في حكيم من الحكماء في مصر هذا الرجل انا بعتبره واحد من الايقونات المصرية الجميلة هو البابا شنودة والحقيقة النهاردة الكنيسة الارثوزكسية في مصر والمهجر احتفلت يوم 17 مارس اللي هو المفروض المبارح يعني الجمعة بذكرى نياحة البابا شنودة التات البابا رقم 117 في تاريخ باباوات الكرسي الرسولي والحقيقة هذا الرجل انا كان يعني ليه الحقيقة خصوصية ان انا اعمل معاه حوار لمدة خمس حلقات عملت معاه حوار سنة 2010 لمدة خمس حلقات لم اجد مرة من المرات تبرم في سؤال او من سؤال من الناس اللي تقعد قدامهم ممكن يبقى هو مقدم البرنامج وهو الضيف ودي حاجة نادرة ما تلاقوها في شخص انت تقعد قدامه عشان تحوروه يعني هذا الرجل انا جلسته امامه في مناطق كتيرة جدا كان من حكمته كان بيبقى هو الضيف وهو المزيع في نفس الوقت ف'S 11 سنة على رحيله الكلام كله في هذا الاطار كله تمنيات 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 ليه مقولة كده مشهورة عنه جدا لما قال انه مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه والحقيقة يعني خدناها طوارسناها عنه ولما بنيجي نتكلم في هذا الاطار بقينا احنا كمصريين وكأي مصري بنقول هذه المقولة نقلا عن هذا الحكيم انه مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه وزي ما قلت لحضراتكم تاني وتالت ورابع هو من الايقونات المصرية الجميلة اللي نعتز ونفتخر بها البابا شنودة 11 عام على رحيل هذا الحكيم وذكرى نياحته كان الاحتفال بيها يوم الخميس اللي هو يوم الجمعة اللي هو يوم أمس والحقيقة يعني اي كلام يتقال في هذا الاطار فهو يعني مقرر لانه اي حد قرب من هذا الرجل يشعر بكتير جدا من الكلام اللي انا قلته وربما اكتر بكتير من الكلام اللي انا قلته انه هناك حكمة ووطنية وحرص على استقرار هذا البلد كان موجود عند قناسة البابا شنودة ربنا ينيحو وان شاء الله باذن الله دايما العلاقة ما بين المصريين في هذا البلد العظيم دايما تكون فيها وطنية وفيها لحمة وفيها تقارب وفيها حرص على استقرار هذا البلد ووحداته واستقرار مؤسسك هاخد فاصل اخير وارجع لحضراتكم نشوف المجلات الاسبوعية اخبارها اشتركوا في القناة